وله وللشعب المصري كل الاحترام والتقدير وشكرا شكرا معالي الوزير سامح شكري طبعا يعني نجحت وزارة الخارجية وسياستنا الخارجية يعني يتقال فيها كتير وتحتاج وقت كتير بس يعني عذرا الوقت هو اللي خلاننا نقاطع على السيادتك طيب هنتنقل ليه المحور الامني او بمعنى ادق المعجزة اي حد شاف مصر يوم 28 يناير 2011 كان يقول ان البلد دي علشان يرجع لها امنها محتاجة 30-40 سنة اي حد شاف الشعب ده وهو بيحلم ان يوم الجمعة يرجع يوم طبيعي تاني في مصر كان حلم من احلام اليقظة سأذن حضراتكم في مشاهدة هذا العرض قبل ان نرحب بالعرض اللي سيقدمه السيد وزير الداخلي من 2011 ل2013 اتعرضت مصر الفترة عصيبة جدا توغلت فيها قوى الشر وخرجت من البحور وسجلت مصر معدلات جريمة عالية جدا ومن 2011 ل2014 سجل الاقتصاد المصري خسير بربعمية وخمسين مليار دولار الارهاب كان حوالينا في كل مكان وكان التحدي كبير ضحنا فيه بالعديد من المصابين والشهداء عشان يرجع تاني الامان لارض مصر وبالفعل نجح جهاز الشرطة في ملاحقة العناصر الارهابية وضبط معسكرات تدريبهم وكشف هياك الجناح المسلح لأهل الشر ولان هدف استعادة الامن للشارع المصري كان اولوية اعتمدت الدولة المصرية رؤية امنية قائمة على التحول الرقمي في كافة مجالات العمل الشرطي من خلال تطوير وانشاء اقسام ومراكز الشرطة مع تعميم كاميرات المرأبة في الشوارع لحفظ الامن وتوفير سيارات التحقيقات المتنقلة المجهزة لتلقي البلغات كما شهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية في منظومة العمل الامني عبر تطوير المواقع الشرطية وتدعمها بأحدث التقنيات التكنولوجية وتم تطوير عدد كبير من اقسام الشرطة ووحدات المرور بالاضافة الى التوسع في انشاء نقاط الشرطة على مستوى المحافظات وتطوير عدد كبير من المقرات والتوسع في انشاء مراكز الاحوال المدنية النموذجية بمراكز التسوق وإمانا بحقوق الإنسان تم تطوير العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل وإلغاء السجون القديمة واستبدالها بمباني مجهزة بأحدث الامكانيات زي مراكز وادي النطرون وبدر للتأهيل والإصلاح والارتقاء بحقوق الإنسان قضينا على الإرهاب ورجعة الحياة الطبعية الأراضينا وأثبتنا للعالم كله إن مصر حتفضل بلد الأمن والأمان موسيقى موسيقى